المدينة دي عملت احتفال واطلقوا فيه مليون ونص بلونة في الهوى مرة واحدة واتقلب الاحتفال لحوادث كاريسية سنة 1986 بكليفلند بقهايو بامريكا حابوا يحطموا الرقم القياسي في اطلاق اكبر كمية من البلونات في السماء مرة واحدة وكانوا نويين ويطلقوا 2 مليون بلونة في الهوى مليانين بغاز الهيليوم ونفخوا مليون ونص بلونة وكان فضلهم نص مليون لكن يوم اطلاق البلونات كان الجو مغيم جدا وكان فيه عصفة على وشك انها تبدأ فقالوا كفاية علينا كده المليون ونص بلونة اللي احنا نفخناهم نطلقهم في الهوى قبل ما العصفة تبدأ وبالفعل اطلقوا المليون ونص بلونة في الهوى مرة واحدة وبعد كده الدنيا مطارت وقلب اطراع دوبر والمطر خد البلونات ونزل بهم تاني على الارض وبقت كل طرق المدينة والاسفلت مليانين بالبلونات وسوئين السيارات ما بقوش شايفين طريقهم من كتر البلونات وتشتت زهنهم وما بقوش مركزين في السواقة وحصلت حوادث كتير ده غير البلالين اللي فرقعت على الاسفلت وبقت مبلولة بمية المطر خلت العربيات تتزحلق من على الاسفلت وعملت حوادث تانية حتى مدرج المطار اتملأ بالبلالين واضطرت المدينة انها تقفل المطارات وتوقف حركة الطيران وحتى البحر اتملأ بالبلالين وده اللي خل خفر السواحل يوقف عملية انقاذ بالهليكوبتر لما كانوا بيدوروا في الوقت ده على اتنين صيادين ضاعوا في البحر وللاسف بعد كده لقوهم غرقانين علشان معرفوش ينقذوهم بسبب البلالين